بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبطم بخير يا خير أمة أخرجت للناس شاء الله بإذن الله اقترب يوم عرفة اقترب أفضل الأيام لحديث سيدنا جابر عن نبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام هو يوم عرفة وروا ابن حبان من حديث جابر عن نبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل السماء في هذا اليوم قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فنزلت هذه الآية في يوم عرفة وإن شاء الله بإذن الله في هذا اليوم المبارك العظيم أو هذه الليلة أبشركم أحبابي بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى على موعد مع السعادة والفرح إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى مع صورة من القرآن الكريم إذا قرأتها بإذن الله سبحانه وتعالى رجلا أو امرأة كبيرا في السن أو شابا بإذن الله وبفضل الله وبكرم الله تنال أجر الحج كلما قرأت هذه الصورة نلت سواب الحج بإذن الله سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير طيب المصدر إيه عشان خاطر تقول الكلام ده لنا عشان خاطر نقرأها وإحنا متطمئنين أول حاجة كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثاني أمر أن هناك فوائد ومجربات من صدور العارفين والأولياء الصالحين المتصلين برب العالمين الذين يعني بيحصل لهم فيض وفتح رباني من الله سبحانه وتعالى ويطلعون على أسرار أنا ما عرفهاش وإنت ما تعرفهاش وغير ما يعرفهاش لكن كلما من ضاق عرف ومن اقترب وصل ومن يعني قرب من ربنا سبحانه وتعالى شاف المعجزات فدي من صدور العارفين وأسرار العارفين برب العالمين وهي أكيدة والله مئة بالمئة طبعا لأن يعني ما ندرش نشكك في هذه الحاجات ولذلك اقرؤوها وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى ولك بكل حرف حسنة ولك آلاف وملايين الحسنات بقراءة كلام الله سبحانه وتعالى يلا بينا نبدأ ونقول إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى هنقرأ هذه الصورة صورة النبأ بإذن الله سبحانه وتعالى بنيت أن يكرمنا الله سبحانه وتعالى ونحصل على أجر الحج بإذن الله سبحانه وتعالى في نفس اليوم في نفس الساعة بإذن الله سبحانه وتعالى توضأ تعطر برائحة جميلة كنت جاه القبلة وإن ويقول يا رب نويت قراءة صورة النبأ بنيت أن ترزقني يا رب أجر الحج وسواب الحج بإذن الله سبحانه وتعالى وكأني مع حجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم المبارك العظيم يوم عرفة وهذه الأيام المباركات من شهر زي الحجة ثم ابدأ وقل بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وأكمل الصورة حتى تختمها بإذن الله مرة ثم اختم المرة الثانية بإذن الله سبحانه وتعالى سنقرأها مرتين في جلسة واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى ونحن مستقبلين القبلة بإذن الله وبعد أن نختم الصورة مباشرة نرفع الكفين أو ندعو الله سبحانه وتعالى ونحن في حالة السجود بإذن الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم إني أسألك بسر صورة النبأ وما فيها من السر والأسرار والنور والأنوار أن ترزقني أجر الحج وسواب الحج وأن ترزقني يا رب العالمين القبول والمحبة والوصول والرزق الواسع اطلب من ربنا سبحانه وتعالى بعد أن قرأت الصورة من القرآن الكريم كل ما تريد وإن أحببت فقل ارزقني أجر الحج فقط إنك على كل شيء قدير ارزقني أجر حجة تامة 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 إنك على كل شيء قدير كما تحب ادعو الله سبحانه وتعالى واختم في ختام الدعاء وقل إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم وقم من سجودك وقم أو مسحت بالكفين واجهك وصدرك قم وأنت مستبشرا في الله سبحانه وتعالى لأن الله على كل شيء قدير كمان ينفع نقرأها في العزر الشرعي نعم ينفع نقرأها في العزر الشرعي بعد الوضوء استحبابا أو لما نتوضأ مفيش مشكلة بس الأفضل الوضوء بيبعث الطاقة الإيجابية للجسم بإذن الله سبحانه وتعالى ويغسل الزنوب التي كنا نفعلها في من دقائق من ساعات فأنا أفضل ذلك كمان إن شاء الله بإذن الله بنمسك الهاتف المحمول ما نقربش من المصحف خالص في العزر الشرعي للمرأة كمان حتى هيقول لي دلوقتي حالا أنا مش بعرف أقرأ أعمل إيه أتوضأ وأضع النية وأعمل إيه أجيب الهاتف المحمول وأقول في البحث بالتسجيل الصوتي أو بالكتابة لو أستطيع أو أفتح المصحف أيا كان الحل وأعرف أشغل الصورة من الموبايل أو عندي تسجيل لها وأشغلها بنيت كل اللي إحنا قلنا دلوقتي واستمع لها في خشوع وتأمل وتدبر تمام وبعد أن تنتهي من السماع مرتين أيضا لهذه الصورة كما قلنا بخشوع وترفع الكفين وتطلب من الله سبحانه وتعالى السواب الخاص بأجر الحج بإذن الله سبحانه وتعالى ناسها تقول هو أنا لازم أقرأها كل يوم علشان أخذ السواب إن شاء الله بإذن الله حضرتك أو حضرتك إذا قرأتها الآن الآن حالا أو في يوم عرفة أو في أي يوم تأخذ السواب والأجر الخاص بالحج بإذن الله سبحانه وتعالى في نفس الجلسة بإذن الله سبحانه وتعالى الشرط الذي أطلبه منك أن تتصدق بصدقة الشرط الذي أطلبه منك أن تتصدق بما تستطيع من المال أو الخبز أو سقي الطيور خلي بالك لو تستطيع تصدق بمال ما عندكش القدرة تصدق بأي شيء أنت تعمله حتى لو كسرت خبز ما أعمل خير علشان خاطر تنال أكثر وأكثر من السواب والأجر في هذه الأيام المباركات من شهر زي الحجة طب حد يقول ممكن أقرأها في أي وقت وفي أي يوم من عمري علشان أخذ سواب الحج نعم طب أقرأها إمتى أقرأها صباحا مساء قبل النوم ما فيش مشكلة خالص وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله تشوف رؤى مبشرة أنك بإذن الله سبحانه وتعالى استجاب الله سبحانه وتعالى لك وكرمك الله سبحانه وتعالى إن شاء الله هتشوف رؤى تبشرك بإذن الله بالمدوامة على قراءة هذه الصورة بنية أغس أجر الحج بإذن الله سبحانه وتعالى أتمنى لكم الخير والفرح والسعادة والتوفيق والتيسير والقرب من الله سبحانه وتعالى ومغفرة زنوبكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا إن شاء الله بإذن الله نقرأها بإذن الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة أيضا بإذن الله ترجمة نانسي قنقر